موسيقى موسيقى يسعد مساكن مشاهدينا مشاهدي الفضائي التربوي السوري وما كنتم عم تتابعونا بحلقتنا لليوم من برنامجنا قضايا تربوية طبعا الامتحانات انتهت والعطلة الصيفية بدأت لطلاب الشهادات ولطلابنا في المراحل كافة البعض سوف يستثمر مشاهدينا هذه العطلة بالتعلم والترفيه واللعب والبعض سوف يستثمر وهو خاصة من طلابنا بالتخطيط للمستقبل طلاب طبعا الشهادات وأيضا من أجل اختيار وانتقاء المادة التي سيتم فيها التحسين أو الإكمال من أجل تحقيق الهدف والطموح الذي الجميع كان منذ بداية العام الدراسي يسعى لتحقيقه فكيف يمكن أن يكون استثمار العطلة الصيفية ناجحا وكيف يمكن أن يتم انتقاء المادة إما للإكمال أو التحسين وفق أي معايير عن هذه النقاط ستكون محاور حلقة هذا الأسبوع من قضايا تربوية مشاهدينا بصحبة ضيفينا يسرني أن أرحب بالأستاذ أحمد زين حضرتك تنبيه بشرية وتربوي أهلا وسهلا بحضرتك سهلا بحضرتك وفي جميع مشاهدينا القناة التربوية السورية أيضا أترحب موصول مشاهدينا بالأستاذ يحيى نصر حضرتك مدرس لمادة كيميا أهلا أستاذ مسعى إذن مشاهدينا سنبدأ مباشرة ولكن بعد هذا الفاصل أبقو مانا إذن مشاهدينا بمحاور حلقتنا اليوم مثل ما ذكرت بالمقدمة نحن نحكي بالمحور الأول عن الدراسة الصيفية وتنظيم الوقت لننتقل إلى المحور الثاني ونتحدث فيه عن استعداد الطلاب للدورة الثانية والمعايير التي يجب أن يتقيد بها طالب الشهادة الثانوية من أجل انتقاء المادة الصح ولكي يكون اختيار صحيحا من أجل التحسين أو الإكمال وأيضا سوف ننتقل في المحور الثالث الحديث عن كيفية استثمار العطلة الصيفية للمراحل الأخرى من مراحلنا التعليمية ولطلابنا في الشرائح الأخرى مع عدى طبعا طلاب الشهادات إذن مشاهدينا في المحور الأول وهو تحت عنوان الدراسة الصيفية وتنظيم الوقت حتى يكون استثمار الوقت مجد ولكن قبل أن أبدأ الحوار أذكر بأنه يمكن أن نتواصل مع بعضين البعض عبر الأرقام التي تظهر على شريط التفاعل في أسفل الشاشة وأيضا يمكن أن نتشارك الخبرات يمكن أن نجيب عن الاستفسارات والتساؤلات كل ما يخطر ببالكم طلابنا وأيضا أولياء الأمور المحترمين الذين يتابعون في قضايا هذه الحلقة وأيضا بما يتعلق أيضا بانتقاء المواد وحتى ضمن كيفية الاستعداد طلبتنا للدورة الثانية التي تكون طبعا دورة إن شاء الله ناجحة للجميع البداية من عندك أستاذ أحمد يعني اليوم نحن بمحورنا الأول الدراسة الصيفية وتنظيم الوقت الكثير ينظر إلى العطلة الصيفية بأنها مجرد فسحة لتنفيس الضغوطات أو لأنها لترفيه أو تقولب بأنها مخصصة للترفيه أكثر من الاستفادة منها فيما يتعلق بالناحية التعليمية فخلينا نحكي عن الدراسة الصيفية اليوم الدراسة الصيفية وفق أي معايير يجب أن تكون يعني وفق أي معايير يجب أن أختار لطفلي أو لطالبي أو إذا كنت أنا طالب ماذا يجب علي أن أبدأ بدراسة ماذا حتى تكون هناك استفادة من هذه العطلة نعم بداية نتمنى لجميع طلابنا الذين انتهوا من الامتحانات السهنوي تقريبا من فترة أن يأخذوا قصطا كافيا من الراحة ومن التفكيه من أجل الاستعداد إلى الدورة التكميلية أما بالنسبة للطلاب اللي عطلوا بالفترات الماضية اللي هنين الانتقالي غير طلاب الشهادات فدائما نحن كنا نحكي دائما بالندوات السابقة أستاذ أحمد أن أهمية استثمار الوقت بين أن يكون بشكل معتدل بين الترفيه والتسلية وبين التعليم فنجد مثلا تارتا أنه كتير عنا من الطلاب عندهم مواهب ما بيقدروا يمارسوها حكيت سابقا أنا بالشته فبيسجلوا بدورات صيفية لمواهبهم لتنيت هذه المواهب سواء كانت بالفنون سواء كانت بالموسيقى سواء كانت بأي مجال من المجالات اللي بيرغبها الطفل بغض النظر عن الفترة العمرية يعني اليوم وقت بلمس الموهبة والموهبة بتكون موجودة فما في داي فئة العمرية هون سواء كانت للأطفال أو للكبار أو للصغار ولكن على الأهل مراعاة هذا الشيء يعني أنا ما ألمس عند طفلي موهبة أو ألمس أو اهتمام بمجال أو اهتمام طبعا ضمن الظروف المادية اللي عم نعيشها والاقتصادية والاجتماعية فأنا لازم كأهل نمي هالموهبة هاي بالمراحل الانتقالية للطفل نحنا مرحلة الشهدات خلينا نقول إنه هنحكي فيها بعد شوي ولكن المرحلة الانتقالية أو مرحلة الطفولة ينبغي تحقيق التوازن بالعطلة الصيفية بين استثمار الوقت للتسلية وبين استثماره بتنمية المواهب أو بأشياء تقليمية والدراسة الصيفية أيضا وبين الدراسة الصيفية أو التحضير للفترة القادمة شو ما كانت يعني مفهم من كلامك إنه عم بوجه رسالة للأهالي إنه يسمحوا الأطفال ويستفيدوا من كل مرحلة بمرحلة خلال العام ما يحرقوا مراحل لأبناءهم والطلاب وإنما يسمحوا لي يمارسوا هواياتهم يعني تكون هي كمان بنفس الوقت يعني فسحة وهيك فترة زمنية للتنفيذ هذه الضغوطات العشواء خلال العام الدراسي طيب أستاذ يحيك كثير من الطلاب بيكونوا هن بينظروا للدراسة الصيفية يمكن بسوية اهتمام أقل كونه عطلة صيفية وأنا بدي أدرس وبنفس الوقت في عطلة وفق أي معايير يجب أن تكون الدراسة الصيفية وفق أي أسس حتى تكون هي فعلا دراسة صيفية مفيدة وتحقق هدفها وغرضها تماما مساء الخير أستاذ مساء الخير مساء المشاهدين وجميع القائمين على هذا العمل يعني بالنسبة للعطلة الصيفية هي منفس للطالب نعم بعد مضي ثمانية أشهر من العام الدراسي لذلك على الطالب أن يستغل العطلة الصيفية تمام من حيث المواهب الموجودة عند الطالب إحتمال يكون عنده الطالب مواهب رياضية مواهب علمية ليس بالضرورة أن تكون مواهب فنية ليس بالضرورة أن تكون مواهب يعني بعيدة عن منهاجنا إن صح التعبير وإنما يعني يستغل المواهب التي هي بتمس المنهاج بشكل مباشر لدينا بشكل عام طلاب ضعيفين تتسعلمني بهالكلمة وطلاب وسط وطلاب ممتازين هذا شي طبيعي كل طالب يعني أنه ليس لطلاب كله ما أنا بنفس السبب لذلك الطالب الضعيف يجب أن يستثمر العطلة الصيفية بالدورات التعليمية طيب مين بده يوجهه اليوم مين المفروض يساعده لهذا الطالب الضعيف لحتى يستثمره ويحسن مستواء التعليمي وبنفس الوقت للطالب الجيد وحتى للطالب أحيانا الممتاز ولكن بيظل هن في عندهم بحاجة دائما حاجة يعني بتكون لو كانت حاجة مخفية لمن يوجههن بداية الأهل من ثم المدرس الأهل موجودين مع الطالب ثلاثة رباعة الوقت يعني الطالب لازم يراقب الأهل لازم يتراقب الطالب يعني بشكل غير مباشر تشوف وين مواهبه تنمي المواهب يلي عنده يعني عم نشوف الطالب بها الأيام يعني فترات التلهي عنده يعني اكتئة بشكل كبير منها الموبايل منها شغلات تانية لذلك بها الحالة هذي الأهل أهم شيء الأهل مراقبة الطالب بشكل غير مباشر واستغلال العطل الانتصافي من خلال الدورات التعليمية وين هالطالب ضعيف بأي مادة فيزياء كيمياء رياضيات لازم يدخل دورة تعليمية هذي بالنسبة للطالب الضعيف وين عنده هواية رياضية هواية أدبية هواية علمية لازم ننمي هالهواية يعني لازم يكون توازن بين الهوايات تنصح مثلاً تنمية الهواية تنمية المستوى الأكاديمي من خلال دورات تعليمية مثلاً نحن مشان ما حابين فهم حكينا أنه نحن نقول بالإجبار أو أنه لازم يعني أنه يكون هو شرط لابد أنه يتم تحقيقه وإنما تعتبر هي من باب النصيحة تماماً يعني بالنسبة للأهل وطالب الثانوي الأهل يعتبروا ابنهم على شكل صديق يعني يكون صديق معاملة صداقة أو معاملة إجبار أو أنه بلزجة الأمر تماماً نشوف هالطالب وين نقاط الضعف عنده أهم شيء منه نشوف وين نقاط الضعف عند هالطالب ونعبي هالنقاط الضعف بالعطلة الصيفية تماماً أستاذ أحمد يعني طلابنا اليوم تحديداً اللي نجحوا للتاسع ولا البكالورة طلاب الحادي عشر هن أكثر الشيء معنيين أكثر من غيرهم بالدراسة الصيفية ولو أنه في كثير طلاب يعني بيدرسوا في كل الصفوف يعني ممكن مثلاً طالب صف سابع طالب ابتدائي ممكن يلجأ لدورات تقوية مثلاً لغة الإنجليزية ممكن لشيء مسار تعليمي بيطابق مع هوايته ممكن يكون رياضيات إلى آخر ولكن طلابنا اليوم اللي هني سنة الجاي لحيكونوا بشهادات اللي هني فعلاً بدأوا دراسة صيفية حقيقية نحكي عن آلية الدراسة آلية التعامل مع المنهاج نحنا كيف لازم طالبنا اللي هو سنة الجاي لحيكون بكالوريا والتاسع المفروض يدرس المنهاج هالمطالب منه اليوم يستكشف فقط أم يدرس المنهاج بهذه الدراسة الجدية وكأنه هو الدورة الشتوية أو العام الدراسي بنفس الجدية أم ماذا؟ طالب الحادي عشر المقبل على دورات البكالوريا أنا برأي من الخطأ الشائع اللي صادفنا كثير بالمعاهد أو بالمؤسسات التعليمية الصيفية نعم للتقوية أنه كان قسم كبير من الطلاب أستاذ أحمد كان يعتبر أنه الدورة الصيفية هي فقط للمطالعة يعني أنه أنا أطلع على المنهاج البكالوريا العلمي أو الأدبي أو الفرع اللي مسجله هذا من أكبر الأخطاء يعني استكشافه أول شي هو عم يدفع مبلغ عم يكتلف يعني اليوم شفنا أسعار الدورات وتاني شي يعني غير الوضع المادي الوضع أنه الطالب اللي مهيئ حاله خلال شهرين ونصف أو ثلاث شوية نعم عيدخل بالشهر التاسع وقت بتبدأ المدارس حيكون مرتاح عن زملائه خاصة إذا تابع مع أساتسته بالفترة الصيفية وعمل مراجع أو كراسات للفترة الشتوية واستكمل كل الأخطاء أو الصغرات من الأسازة اللي عم يدرسوه من رفقاته اللي قدمه بالدورة اللي قدم منه مطلوب منه نفس الجدية يتعامل معه ولا مطلوب منه ماذا يعني هون سيما أنه هي فترة زمنية قصيرة يعني شهرين أو شهرين نعم هلا أكيد الطالب يعني ما هيقدر يغطي 60% أو 70% من المنهج أكيد ما هيكون بلوم كل الصغرات من المنهج خاصة المناهج العلمية يعني عنا كسافة وعننا مواد علمية كبيرة فهون يعني لازم أنا برأي يعطيش الطالب جدية فوق النسبة 60% لسبعين بالمئة للمنهج اللي مقبل عليه بالدورة سواء كان لطلاب التاسع الشهادات أو طلاب البكالوريا بس بدي شير للشغلة نعم الأستاذ يحيب أكيد يعني إلو رأي أنه هي المنهج بشكل عامل ومناهجنا بشكل عامل وضعتها وزارة التربية من حيث الكسافة مدروسة اللي تتناسب هي مع العام الدراسي اللي هني 8 أو 9 شهور خليني أقول العام الدراسي بس أرفوان أستاذ هلأ بالنسبة رأيك يعني بس بهذه النور بالنسبة بالنسبة لطالب البكالوريا طالب البكالوريا لازم يستغل للعطل الصيفية 100% نعم لأن من خبرتك كيف؟ هلأ بالنسبة للبكالوريا في طالب جيد طالب جيد جدا طالب ممتاز طالب فوق الممتاز نحن بنحكي عن عن الطالب جيد جدا بدنا نحكي ونشتغل عن الطالب جيد جدا طالب جيد جدا لازم يستغل للصيفية 100% ليش؟ لأن منهاج البكالوريا سهل ولكن ضخم إذا ما بلش بالمنهاج من الصيف لا تؤخذ ما بيلحق تماما عن طول أنه هو سهل ولكن فيه كم عند قد مهم تنظيم الوقت تنظيم الوقت ضمن الدراسة الصيفية تنظيم الوقت من أول يوم ببداية العام الدراسي تنظيم الوقت ولكن الآن بالصيف كيف ممكن الطالب ينظم وقته اللي هو عم يحضر للتاسع أو للبكالوريا خلال الصيف؟ لازم الطالب عفوا يوضع استراتيجية خطة مناسبة يعني يسلك الطريق الصح بحيث أنه مثلا حتى يعرف أنه شغله صح ما ينام وعنده درس محافظه مثلا إن كان بالصيف ولا بالشدوية ليش؟ مهمة المدرس يفهم الطالب مهمة المدرس يحفظ عن الطالب يعني الطالب حتى يتفوق ثلاث شغلات يفهم يحفظ يشتغل بإيده بالقلم والورقة حتى تتسبت المعلومة بزهنه وما ينسى تماما طيب يعني هون حضرتك كلامك وكلام الأستاذ أحمد يعني بالمجمل هو عم نوجه إحنا أصابعنا لنقطتين هامتين النقطة الأولى أنه الدراسة الصيفية يجب أن تكون هي ليست بالدرجة الأولى أن تكون هي ترميمية وإنما هي خلينا نقول لتحسين الوضع التعليمي بشكل عام بالنسبة للطالب وكماني أنه بنفس الوقت يعني الطالب اليوم هو يعني ما نمطلوب منه الارتخاء بالعطلة الصيفية وإنما الجدية بالتعامل معها سيما أنه هي مثل ما حكينا فصحة ترفيهية اليوم طلابنا إذا بدون يبدأوا بهاي الجدية ما ممكن هالشي يخليهم يصابوا بحالة ملل في العام الدراسي أكيد حضرتك يعني من خبرتك وكمان من خبرتك بهذا المجال يخلينا نأخذ شوية هيك معلومات شوية نصائح كمان بهذه النقطة المهمة جدا الضروري دائما نبطالب نحن المقبل على دورة بأي مادة من المواد خلال الفترة الصيفية أول شيء أنا بدي كمدرس أشرح للطالب عن هاي المادة ومحاول أعطيه دائما تحفيز يعني استخدم المؤشرات الإيجابية وليست المؤشرات السلمية نعم أنه مثل ما بتعرف أنت عندنا بالتنمية البشرية موضوع الإرشاد النفسي يوم أنا بأرشد الطالب لأنه هاي المادة هي مادة لازم أنت تدرسها لازم تتعامل معها بسهولة نعم أنا بساعدك كمدرس على حل النقاط الأساسية هون حيفوت الطالب أو حتمكسر الرهبة عنده صحي وبالتالي يكسر حاجز الرهبة حيولد عند الطالب رغبة أنه بده ينطلق أنه خاصة نحن يعني في عنا كتير أساد زي من زملائنا يعني عندهم الأسلوب التحفيزي نحن بنشجعهم دائما أنه تحفز الطالب أنه حتى في طلاب عنا أستاذ أحمد ما بس المواد العلمية ممكن ما تفضل الأستاذ وحكى في عنا المواد الحفظية يعني في كتير قسم من الطلاب بيطلبوا مننا نحط برنامج إلهم للعقلة الصيفية نزلهم فيهم المواد مثلا العلوم الطبيعية أو اللغة العربية أو حتى المواد الأخرى هون أنا برأيي موضوع الملال وجود الملال وعدمه وهو من الأسلوب التحفيزي اللي بمارسه الأستاذ بالدورة اللي عم يعطيها للطالب اتنين موضوع الأهل يعني الأهل دائما لا يضغطوا على الطالب أنه نحنا بدنا منك وأنا حكيت بندوة سابقة هالمعدل هات لازم ياخدوا بعين الاعتبار مستوى ابنه التعليمي ما في أهل ما بيعرفوا ولا مستوى ابنه التعليمي والأستاذ هاللي الطالب عم يمشي معه سنة ورا سنة عم يدرسه ها أكيد بيعرف مستوى التعليمي لطلابكم ها أكيد وبيأثر في إيجابيا لطالب بذلك نحنا منلاقي في قسم كتير من الطلاب بعد التاسع مثلا بيلاقي ميوله أدبية فبيسأل الأساذة الأساذة هون المفروض يختبروا الطالب هل ميوله أدبية بالمواد الحفظية ولا ميوله علمية فلازم يحدد الطالب هون من شاء ما يصل للحلقة الأخيرة اللي هي البكالوريا ويحس الطالب بالثالث السنوي سواء كانت تجاري أو علمي بالفشل فأنا برأيي هاي مرحلة مقصلية بعد التاسع أيضا أستاذ أحمد هي مثل وضع سبر من الأساذ تقييم المرحلة أو تقييم المرحلة هلوه للمراحل الألمية أم للمراحل التجارية وأخذ بعين الاعتبار أيضا رغبة الطالب لأنه رغبة الطالب يوم بيكون برغبة أكيد لحي أبدع فيها فموضوع الملال أو موضوع عدم تقبل الطالب بالمادية برجعب إلاك هو بيعتمد على المدرسين ويعتمد على البيئة اللي محيطة بالطالب تماما طيب اليوم طلاب نبقى مثل حاجة أستاذ يحيا لتأهيل النفسي كتير طالعين على البكالوريا يمكن بيكونوا مرعوبين خاصة أنه سنة الجاي رح يكون في عنا شي أتمتي يعني شي جديد لحيكونوا هني أول دورة لحيطبق هذا النظام الامتحاني الجديد فهني بحاجة لتأهيل نفسي بحاجة لحتى انشيل شوي من هالرهبي يعني كيف أنا اليوم ممكن أهلوا نفسيا لطلابنا طبعا الأهل الأهم شي الأهل يعطوا الطالب دفع ذاتي اندفاع ذاتي وبالنسبة كمان للمدرس المدرس أثناء شرح الدرس على السبورة يعطي جميع النقاط كيف يشرح الأتمتي كيف هذا الشي بدي يكون هلأ يعني يفضل يكون الآن بالعطل الصيفية بالدراسة الصيفية يكون فيه هذا الدمج أو التأهيل تماما وأهم شي نحفز الطالب أهم شي للطالب العلمي خاصة البكالوريا أنه يدرس بالقلم والورقة أنا عم لاحظ أنه الطالب عم يدرس عم يدرس شفاهيا ما عم يدرس بالقلم والورقة يعني عم يجي الطالب ما حافظ القانون كيف بدي يحل المسألة إذا ما حافظ القانون ليش ما عم يدرس فهمان الدرس لكن محافظ الدرس شو سبب هون شو سبب هالفجوي هاي اللي عم تصير الفجوي أنه استخدام القلم والورقة يعني مذكورة بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم عم يجي الطالب يدرس الفيزياء والكيميا والرياضيات بشكل شفاهي ما عم يحفظ ما عم تترسخ الفكرة أو ما عم يترسخ القانون بزهنه عم ينسى القانون عم يتلبك يعني أنه الإلمان بكل الجزئيات والتفاصيل يعني اليوم طلابنا مطلوب منه أنه يدرسوا على أساس أسئلة تقليدية تماما أدي مهم أنه يكونوا هني عم يعندهم إلمان بكل النمازج الأسئلة وهذا الشي أدي يعطيهم يعني خلفية علمية وقدرة على الإيجابة للأتمتية يعني بالنسبة للمدرس بالصف لازم يعطي الطالب الأسئلة التقليدية والأسئلة الأتمتية وبالنسبة للطالب الأسئلة الأتمتية بالنسبة للأله أسهل للأسئلة التقليدية يعني الأسئلة الأتمتية موجود السؤال والجواب ما على الطالب إلا أن يكتب قانون تعويض جواب والواحدة تماما الأسئلة الأتمتية لصالح الطالب أكيد ذكرت أنه لابد من استخدام الورقة هذا الشيء يمكن له أكيد أثار كبيرة على المواد العلمية حتى المواد الأدبية يعني كمان المواد الأدبية يعني عفوا منشوف الطلاب بطيئين تفعيل أكثر من حاسية بطيئين يعني بطيئين بالحل ليش بطيئين بالحل ما عم يستخدموا ما عم يدرسوا بالقلم والورقة يعني أثناء الامتحانات المراقبة بالامتحانات عم نشوف الطالب عم ينتهي الوقت المخصص للمادة ولا خلص حل عفوا بحاجة تمرين أكثر ومهارة لأن الطالب بطيء ليش الطالب بيكون بطيء ما عم يدرس بالقلم والورقة طيب معنا تأدي من المهم لحنا كتربويين اليوم بالعطلة الصيفية وخلال الدراسة الصيفية وخلال مرحلة التأهيل والتأهيل النفسي والفكري والأكاديمي لطلاب للي نجحوا البكالورية أن نعلمهم هاي التفاصيل أدي مهم أن نستثمر معهم كيف ممكن يكون دراستهم صحيحة لحتى تأهلهم للإيجابة الصحبة أي سؤال أتمتي ممكن يكون أهم شيء الطالب يكون عنده صبر يكون عنده صبر ويكون عنده اندفاع ذاتي يعني ما يمل للطالب يعني ما يمل ويتعب وهي سينة وبتمره يعني يعني كيف منعرف الطالب نحنا معلش الطالب الزكي من الطالب غير الزكي الطالب الزكي ما بيمل عنده صبر عنده اندفاع ذاتي أما الطالب الغير زكي بيقول مليت اتعبت اتجرت هون الخلاف بين الطالب الزكي والطالب الغير زكي والأهل والمدرس كمان لنظر في أعطاء الانتفاع البعض وفق أحد النظريات يعني بيشيروا لموضوع الذكاء أنه هو بمستويات متقاربة ولكن اللي بيأدي لاختلاف هذه المستويات التحفيز واختلاف مستوى التأهيل النفسي دائما كمان رأيت بهاي النقطة بما يتعلق بتأهيل الطلاب وإستثمار الصيفية للنظام الامتحاني القادم خاصة بالنسبة لطلاب البكالوري يقدمهم من اليوم يعني من الآن من العطلة الصيفية نبدأ ندرمهم على هذا النظام نعم مركز القياس والتقويم التربوي بوزارة التربية نزل نمازج مؤتمة لكافة المواد لكافة المرات على موقع وزارة التربية نعم وهذه النمازج صارت متاحة فنحنا يوم أنا بفتح النموذج بمادة علمية أو مادة حفظية وبأرجي هالطلاب أنه طبيعة الأسئلة أو عدد الأسئلة والفترة اللي محدودة هون الطالب نحط بصورة أستاذ أحمد أنه المادة هي كيف الآلية اللي حتتأتمت فيها لأنه عنده دائما تساؤل الطالب أنه أنا ولنفترض عندي فقرة استنتاج بالفيزيا نعم الدراسة التحريكية والاستنتاج أنه هذا الاستنتاج كيف هي تأتمت نعم أول فكرة يجب أن يطلع جميع الطلاب بالدورة الصيفية المقبلين على البكالوريا على النمازج المؤتبتة اللي نزلتها وهي الخطوة الأولى الخطوة الثانية مثل ما تفضل الأستاذ تدريب الطلاب على الوقت لازم اليوم الأستاذ يعني نحنا لاحظنا بالمواد العلمية أستاذ أحمد أنه عم تجي الفقرة من قلب الاستنتاج فهون أنا ما فيني دغري مباشرة مفوت على الطالب للفقرة مؤتمتة بالمادة العلمية وإنما أنا بعطي المادة تقليدي وبنهاية المادة بحول أنا بأسئلة الدرس مع أسئلة إضافية داعمة مهارات للطلاب من أجل وضع ورقة مؤتمتة بنهاية كل درس أو بنهاية كل وحدة المفروض من العطلة الصيفية وتدريب الطلاب على استثمار الوقت يعني اليوم يوم أن أنا عم أتمت سؤال أستاذ أحمد صار فيه طريقة جديدة لحل هذا السؤال في المواد العلمية فأنا ما بترك الطالب أنا سأيعطيته النموذج التقليدي ولكن أنهم هدربوا حتى نحن بنعمل بروفا على الوقت يعني بنحط ساعة ميقاتية للطلاب ومندربهم أنه أنت عندك مثلا 24 سؤال خلال ساعة ونصف فالسؤال هاد طريقة حلوه وكيف تجيبه التربية وكيف لازم تتعامل معه أنت كطالب لازم تكون حافظ هالفقرة تقليدي وأنا كأستاذ بحول لك يا هالفقرة لأتمته وما يعني أنا برأيي ما ضرور ما بداعي لطلابنا ياخدوا هالهكم لكبير ما بدا أبدا ولكن مطلوب من طالبنا ومثل ما شدد السيد وزير التربية على الفهم يعني مطلوب كان الطالب فهمان لأي مادة طب إمكانه يجاوي من السيدة يعني عمليا معناته هي وهم فينا نقوله وما هيك في طلاب بتخاف من الأتمته شو الأسباب اللي بتخلي يعني الطالبي خاف من الأتمته أو أنه يأكل هم يعني وكيف ممكن نحنا نزيح هذا الحاجز ما بينه وبين النظام الامتحاني القادم أستاذ لأهالي لحتى تكون الدراسة الصيفية صحيح فرق نعم تماما كونه لأول مرة حتكون أسئلة الأتمته شأكيد الطالب بدي يكون عنده رعب وخوف مع أنه أسئلة الأتمته مثل ما حكينا وتفضل الأستاذ يعني أسئلة الأتمته عادية وأسهل من الأسئلة التقليدية ولكن مطلوب من الطالب الفهم بس هم بيجي دور الوزارة مشكورة يعني الوزارة قلبا وقالبا مع الطالب يعني خلال الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي المقبل التعلم أو دورات للأتمته للطلاب في المدارس يعني يصير في دورات كيف الأتمته كيف نموذج الأسئلة كيف ورقة الأسئلة وورقة الإيجابة كيف بدوا يتعامل مع الأوراق الأسئلة والإيجابة هذا بيرجع للوزارة ولمدرس أكيد هذا سيكون بالمرحلة المقبلة يعني بداية العام الدراسي مع بداية العام الدراسي ولكن برجع أقول نحن اليوم بعطلة صيفية وطلابنا عم يستعدهم فربطا بالنظام الامتحاني الجديد المقبل أنا بدي عود طلابي حتى هني يكونوا يعني عم يدرسوا بفهم وليس الحفظ الببغائي أو أنه تلقي المعلومة بطريقة الكلاسيكية بس أهم شي مثل يعني نعطيه للطالب من بداية السنة يعني الطريق الصحيح يا أتمته يا تقليدية نضلل مثلا يوم أتمته كذا يعني بشكل عام إحنا بدنا نركز على فكرة مهمة نحن اليوم بالدراسة الصيفية ومطلوب من طلابنا هي الفهم فهم العميق لمادي العلمية شو مطلوب اليوم من الطالب لحتى هو يكون دراسته صحيحة أستاذ أحمد شو مطلوب من الطالب لحتى تكون دراسته دقيقة والوقت يكون بنفس الشي يعني بنفس التزامن الوقت عم يستثمروا صح يعني بين عملية تنظيم الوقت والدراسة الصحيحة اللي بتعتمد على مهارة الفهم بالدرجة الأولى تقصد بالفترة الصيفية أنت أستاذ أحمد طبعا نحن ضمن هلأ اليوم يعني ضمن الفترة الصيفية يعني أهم شي مثل ما تفضلت أنت عندنا نحن مثلا نفترض الثالث السانوي العلمي عندنا تسع مواد نحن نزل النموذج الوزاري جديد عندنا نحن سبع مواد مؤتمته عدى اللغة الفرنسية واللغة العربية فالطالب هون يوم أن يتطلع عن نموذج الوزاري المؤتمت بمساعدة الأساذة ومساعدة التربويين ضمن المؤسسة التربوية الموجود فيها فالتربوي يوم يساعد الطالب على مجموعة من الأسئلة أنه أنت لازم تدرس هالفقرة هيك وسؤال المؤتمة هيصير هيك فهون لازم يكون الطالب مهيئ نفسيا لهالموضوع هذا ومهيئ فكريا لهالموضوع هذا ولازم يتقبلوا لك كسر حاجز الخوف من نسبة لموضوع الأتمته ولكن توجهت الوزارة اليوم بقسم من الأسئلة إلى الطلاب المتميزين فعندنا مجموعة من الأسئلة ضمن المواد العلمية موجهة للطالب يعني هون نكشف نحن نخبط الطلاب المتميزين كالأنشطة التي أفد درس يعني لدينا كثير من المواد العلمية لدينا نشاط صفي موجود وراء الدرس كم درس في نشاط صفي تماما فالأنشطة إذا لاحظنا نحن بالنموذج المؤتمة الوزاري لكل المواد ركزت عليها بشكل أساس هذا اندل على شيء فيدل على أن الدراسة من الكتاب لا يوجد شيء اسمه فقرة مع ظروفة ويدرس الطالب النظام التقليدي وبمساعدة التربويين وبما يبحاكي نموذج الوزارة تتحول الأسئلة إلى أسئلة أتمتة تماما معنات أن اليوم أستاذ يحيى بالصيف يعني إذا كنت أنا عندي طلاب عم بعطيهم دروس أو الطالب بده يدروس منهم نصحوا أنه يدرس الكتاب أو الدرس مع الأسئلة الموجودة خلفه تقليد ويفهم إذا إجت الأسئلة أتمتة يجاوب وإذا إجت تقليدية كمان يجاوب الفكرة أنه إذا هو أتمتة وقر بهذا النظام ولكن المهم أن الطالب يستند على النظام التقليدي لحتى يصير هو يفهم ويميز كل سؤال جوابه من الأجوب الأربعة تماما على الطالب إذا درس الكتاب كله من الجلدي للجلدي كيف ما إجت الأسئلة إن كانت تقليدية أو إن كانت أتمتة يجاوب عليها؟ بشرط يكون فهمان يعني مهارة الفهم عنده فالشينا عم يدرس الفهمان ويبتعد عن الحفظ الببغائي والدراسة حكاينا من قبل أنه أول شيء يفهم بعدين يحفظ طروري قانون إجباري بده يحفظ الطالب القانون لأنه إذا ما حافظ القانون كيف بده يحل المسألة؟ نعم وبالنسبة مثل ما قلت لك أنه أهم شيء الطالب لا يعتمد على الأسئلة المهمية عم يجي الطالب آخر السنة عم يعتمد على الأسئلة المهمية فقط لا غير تماما طيب بنهاية المحور الأول الدراسة الصيفية بتنظيم الوقت خلين نوجه كلمة أخيرة لننتقل المحور الثاني من حضرتك لطلابنا تنظيم الوقت من بداية السنة ووضع برامج وخطط بداية السنة ولكن نحن اليوم بالعطلة الصيفية والعطلة الصيفية كونه عطلة هي منفس للطالب لو هيك مثلا ارتاح شوية ودرس شوية أما مع بداية السنة إجباري من أول يوم بالسنة يجب تكسيف الدراسة بالنسبة لطالب البكالوريا العلمية تماما أستاذ أحمن استثمار العطلة الصيفية استثمار أمثال استثمار الوقت تنظيم الوقت التدريب على النمازج في كافة الفروع الأدبية والعلمية والتجارية بما يتوافق مع نموذج الأتمة الجديد المطروح من الوزارة تماما إذن مشاهدين بمحورنا القادم لحن نحكي عن استعداد طلابنا للدورة الامتحانية الثانية وآلية ومعايير انتقاء المواد للتحسين أو للإكمال ولكن بعد الفاصل نعود ابقوا معنا موسيقى 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 إذن في محورنا سنحكي مشاهدين عن استعداد طلابنا للدورة الامتحانية أستاذ أحمد طلابنا اليوم في منهم رغبتهم ما بين الإكمال والتحسين وفي منهم ممكن تتعدل هاي الرغبة بناء على النتائج البداية تظهر ولكن في طلاب هني حسموا أمرهم أنه بده في مواد ممكن يحسن فيها وفي مواد ممكن يأكمل فيها طيب فيه شيء فينا نحكي نحن بالتزامن مع اختيارات الطلاب وفيه شيء ممكن نحن سابق الأوان ولبعض النتائج ممكن أنه نحكي فيه بحلقات قادمة ولكن طلابنا اليوم اللي عم يستعدوا للدورة الثانية يعني وفق أي معيار استعداده لحيكون وفق أي معيار أنا لح أدرس مادي يعني للدورة الثانية هلأ أول معيار هو الطالب يعرف نفسه هو يعرف لأني مادة المادة التي قصر بها في الدورة الأولى فمنلاقي طلاب مثلا قصر بمادة العلوم أو بمادة العربي مثلا تمام مثلا أو بمادة الرياضية فالطالب مباشرة عمل كل حساباته واحتياطاته أنه هاي المادة مثلا لنفترض أنه كان طالب طبعا هذا الشيء بيعتمد على مستوى الطالب هل يكمل أم يحسن فالطلاب اللي مستوياتهم عالية دائما يبيحلموا بالعلمات العالية بس هم في معيار هام جدا أستاذ أحمد حيحكي على التحسين قبل التكميل موضوع التحسين يعني دائما بتباحث أنا والطلاب أنه حسب المجموعة وقت تطلع العلامات البكالوريا فهون أنا برأيي بدأ دراسة ودراسة مستفيدة وجلوس مع الأهل وجلوس مع المدرسين وجلوس مع الطالب هل هذه الفترة بين صدور المادة وظهور المادة بالتكميلي أو بالتحسين كافية لأنه الطالب هاي شغلة الشغلة الثانية فملاقي مثلا طالب ناقصه بمادة العلوم ست علامات مثلا ناقصه بمادة الفيزياء خمستاشر علامة ففي طلاب مثلا بيحفظ عنده مشكلة تماما عنده مشكلة بالحفظ بيقولك أنا مبلح أحفظ العلوم الطبيعية مادة كبيرة وكثيفة وضخمة بالفترة هاي وعندي ست علامات أنا بحفظ مادة الفيزياء وبدرسها كونه بيبقى دارسها وميوله علمية أكتر لتحصيل أكبر جزء من الخمستاش علامة فيها هاي معيار هام طبعا وعيار أساسي إذا المعيار الأول هو اختيار المادة المعيار الثاني البحث والتباحث مع التربويين ومال مختصين ومع الأهل شو المادة اللي بدي حسن فيها أما طالب الإكمال يعني الطالب هاللي راسب بالمادة مثل ما بنعرف نحن المادة اللي راسب فيها هو الطالب بعيدة يحرم من التحسين فهون أيضا هنا الأكمال يعني هون محسوم الوضع أنا برأيي هون أستاذ أحمد طالب الإكمال عليه مسؤولية وعاتق أكثر من الطالب المحسن السبب في ذلك هو عنده مرحلة خطر. طالب المحسن هو يتجاوز مرحلة الخطر وإنما يريد علامات أعلى. فالطالب المكمد لازم يستعين بتربويين واختصاصين أو دورات تقوية وين كانت النقاط أو الصغرات أكيد لحاله سيكتشفها من الدورة الأولى لشان ما يقع فيها بالدورة الثانية. تماما. هذا معيار هام وهدول هنال المعايير الثلاثة اللي لازم ناخد فيهم كأهل وكتربويين وكطالب من أجل التحصيل العلمي في الدورة التكملية. تماما. طيب استاذيحي بالنسبة إلى الطلاب اللي هني حسموا موضوع المواد اللي بدني أدموها يعني كأكمال خليلا نقول حسموا الموضوع. كيف ممكن هو اليوم الطالب يعني يحضر هاي المادة للدورة التانية؟ بالنسبة للدورة التكملية الدورة التكملية هي فرصة زهبية للطالب. إذا منلاحظ 50% من هاللي عم يسجلوا طب بشري عم يستفيدوا من الدورة التكملية. تمام. لذلك الطالب يجب أن يستغل الدورة التكملية على أكمل الفرصة الأخيرة والوحيدة. الفرصة الأخيرة والوحيدة. يعني لازم يستغل للوقت من أثناء انتهاء الدورة الأولى حتى الدورة التكملية في أكتر من شهر. تمام. استغلال هالشهر هيدا بالدراسة يعني الطالب قادر أنه يجيب علامة كاملة. أما إذا بده ينتظر الطالب حتى تطلع النتائج ويفكر شو بدي أكمل شو المواد ما بيستفيدش نهائيا. تمام. لذلك يجب استغلال الوقت الدقيقة لازم. مع أنت لازم يكون طالبنا آخذ قراره يعني. تمام. من بعد ما انتهت الامتحان المفروض يكون هو يقدر يعني إلى حد ما يحدد شو المواد اللي بده يأكمل فيها. يحدد. مثل ما تفضل الأستاذ الطالب يعرف شو هي المواد يلي مقصر فيها. تمام. يبدأ فيها مباشرة قبل ما تطلع النتائج. تماما. إذن دراسة الطالب اليوم اللي مقرر شو هي المادة اللي بده يأكمل فيها. تمام. وصيما أنه يعني طالع من الامتحان من أيام قليلة. لسه المادة والمخزون العلمي موجود بزهنه. هل مطلوب منه اليوم أنه يرجع بنفس الخطة اللي اتبعه ولا فيه تعديل ما على خطته بالدراسة يعني تأخذ رأيك. كون الفرصة الأخيرة للطالب لازم يعني تكون أفضل من الدورة الأولى. يعني لازم يستغل كل يعني كل طاقاته يستغلها بالدورة التكميلة. ولا يعتمد على الأسئلة المهمة. لأنه يلي بده يحط الأسئلة يعني بده يجيب الأسئلة من كل الكتاب. إذا ما كان الطالب دارس الكتاب من الجلدة للجلدة ما رح يجيب علامة منتازة. لذلك مشكلة طلابنا عم يعتمدوا فقط على الأسئلة المهمة. ما عم يدرسوا إلا الأسئلة المهمة. عم يتفاجأ الطالب بالامتحان. إنه ما عم يجي من الأسئلة المهمة بنسبة عشرين بالمئة. عم يفشل الطالب. لذلك الطالب بالدورة التكميلية يجب أن يدرس المنهاج كاملا من الجلدة للجلدة. يعني إذا بيدرس الكتاب كله وبيترك صفحة احتمال يجي من هالصفحة. الأسئلة مدروسة بعناي وهي متجانسة من كل الوحدات. وهذا الشيء اللي لمسنا يعني تحديدا بالدورة الأولى يعني. في طلاب توقعوا إنه تكون أسئلة مركزة ببحث أكتر من بحث. وإنما كانت الأسئلة منصفة للمستويات كلها بعيدة عن كل التوقعات. معنا أنت طلابنا المفروض يدرسوا مثل ما تفضلت حضرتك بطريقة متجانسة. تماما. بلحقه. هلأ ممكن يكون أحد عم يتابعنا يا ترى بلحق. بلحق 100% هلأ إذا أكمل بثلاث مواد لسه عنده يعني عنده أيام كويسة يعني عنده فرصة إذا ببلش هلأ بلحق 100%. تماما. يعني هي عمليا في أيام يعني مدروسة. مدروسة يعني ممكن طالب يلحق بهذه السهولة. مع أنت عملية التحسين هي بتعتمد على أو خلينا نقول لي مو معيارة هو فرق العلامات وإنما معيارة الإيمان بالقدرة بقدرتي أنا على وإمكانيتي على يعني تحسين علاماتي بهاي المادة أكتر من غيرها فعلا بناء على إمكانياتي. إضافة لهذا الموضوع هذا هي تعديل الخطة المدروسة بالفترة الأولى. تماما. أنا قلت لك أستاذ أحمد عندنا قسم كبير من الطلاب. مثلا ما لحق يحل دورات. خلينا ناخد حالات مثال. ناخد مثال. الطالب أنا دائما بالمواد العلمية اللي بفوت فيها على الطلاب. بأكد على موضوع الدورات السنوات السابقة. الطالب اليوم عم نشوف نحن طالبنا اللي عم يفوت وحالي لأسئلة الدورات السنوات السابقة عم يفوت بثقة كبيرة على القاعة. هو يعلم نموذج الأسئلة. حل ست دورات خلينا نقول مثلا لست سنوات عنا كل سنة دورتين اطنعش دورة. عم نلاقي عم يفوت بثقة ما عم يتفاجأ بنموذج الأسئلة. كل طالب يقول أنا تفاجأت بنموذج الأسئلة. هذا يدل أن الطالب ما عرف نموذج الأسئلة كيف. فأنا برأيي خطة تعديلي أو تعديل الخطة التي درس بها الطالب في الدورة الأولى من خلال ما كان حالي الدورات. أعطيت مثال أنا يحل الدورات. نعم. الأنشطة اللي موجودة في الدروس. ثلاثة عدم الاعتماد على الأسئلة المتوقعة أو الأسئلة الهام. وهي بشكل عام بالمطلق لازم. نعم. وخاصة بيكون الطالب نحنا منقول بالعامية ربا من الدورة الأولى لإعتماد على الأسئلة الهام. تماما. رابعا الاستفادة من تجارب الطلاب في السنوات السابقة الأقربة أو المقربين. وأنا برأيي إلى دور كبير. فأنا يوم بسأل طالب قدم السنة الماضية تكميلي إنه كيف درست حتى أنت ما صابك الملل. نستفيد من أخطاءه كمان. نستفيد من أخطاءه. يعني تعرف أنت فترة الصيف وفترة الجو وفترة الشوف. فبيصير نوع من الملل وخاصة بالطالب عم يعيد المادة نفسها بفترة بسيطة. فالأربع نقاط الأساسية بالإدافة إلى العزيمة والتصميم مثل ما تفضلت. هن عم نشوفهم المفاتيح الأساسية لأن الطالب يحصل بالدورة التكنية. تماما. أستاذيحي كثير من الطلاب. بدأت تعرض الآن لموجات تشويش كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بما فيها التوقعات وبما فيها يعني كل الأستاذ بده ينزل على صفحته لمازج بيقول أنه هاي نموذج مهم جدا أنه بحيث أنه من باب الدعاية والإعلان أكتر شيء بتميل يعني هي بتاخد هذا المسار أكتر. طلاب كيف فيه يحمي الطالب نفسه من هذا التيار التشويشي ضمن مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني من الأفضل أن يبتعد الطالب عن التوقعات. أي طالب بده يشتغل على التوقعات بده يفشل. يعني بصراحة. مثل ما حني. كان الأستاذ أحمد يعني تماما يعتمد على الكتاب. الأستاذ يعتمد على الكتاب. كل شي موجود بالكتاب يدرسه. طالما الطالب درس كل شي موجود بالكتاب معناها كيف ما إجت الأسئلة أمن العلامة مية بالمية. أما التوقعات والجلسات الامتحانية يعني مضي على الوقت. بيروح الطالب قبل المادة بيقعد ساعة ساعتين بالجلسة الامتحانية ضاع الوقت ورجع على البيت تعبان. حتى المسافة الروحة والرجع يعني يضاع ساعة ساعتين أقل شيء. يعني ما لحق راجع المادة. بيروح ثاني يوم على الامتحان. ما عم يتذكر شيء. ليش؟ لأنه ما لحق راجع المادة. وتشوّش كمان. نعم. وكل الأستاذ بيعطيه بطريقة شكل. بيروح على هاد معهد، هاد معهد، كل الأستاذ عم يعطيه بطريقة شكل، بيجيب من هون توقعات، من هون توقعات، من هون توقعات، تشوّش الطالب معتا بتنصح طلابنا بما أنه المخزون العلمي لسه موجود يعني ما حلهم ينسوا يعني والذاكرة بعدها طويلة الأمد شغالة، يازلوا نفسهم مثلاً، شو بتنصحهم بالضبط؟ كيف هيقوا جو الدراسة والتركيز؟ الدراسة إذا الطالب حس حالهم قصر شوي، يدرس على الموجة السريعة، يعني الموجة شو السريعة، إذا حس حاله ملحق، يدرس على الموجة البطيئة بالقلم والورقة نعم، بس في طلاب مثل ما قلت لك، بيحسوا حالهم ملحقين، لذلك يفقدوا ثقة شوي نفسهم ويكون عنده اندفاع ذاتي، أهم شيء بالنسبة للطالب الاندفاع الذاتي والصبر تماما، هلأ، نفسية الطالب بالدورة الثانية بتكون مختلفة عن الدورة الأولية يعني أول شيء هني فاتوا امتحان، كسروا رهبة الامتحان، وهذا الشيء كيف أنا ممكن استغلوا لحتى يكون دافع يخلق حماس أكثر يعني بالطالب، ولحتى كمان يعني يفوت فعلا بكل ثقة، وبالتالي ترتفع سويت ثقة بنفسه لتكون فعلا دورة الثانية وإجابته بالدورة الثانية تكون مدروسة أكثر أكيد لازم تكون الدورة الثانية مميزة عن الدورة الأولى بعدة أمور، الأمور النفسية كسر حاجز الخوف في الدورة الأولى، التعود والطالب على جو الامتحان اتنين موضوع تنظيم الوقت، يعني عندنا طلاب مثلا بالدورة الأولى روح وقته بالتفكير على سؤال محدد علمي فالدورة الثانية أكيد ما حيروح وقته إذا فيه سؤال ما عرفه أيضا موضوع سيقة الأهل ووضع الأهل، موضوع التصميم يعني أنا داخل بالدورة الثانية أنا مصمم على مجموع، خلص أنا أريد هذا المجموع إضافة للعمل بالنقاط الأربعة الأساسية ومفاتيح النجاح اللي ذكرتها، حيولد هذا عند الطالب رغبة أو اندفاع شخصي أنه أنا لازم أقدم تكميلي، وأنا أد هذا الحمل بالتكميلي، يعني مثل ما تربى من أخطاء الدورة الماضية تعلم، 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 بس فينا نضيف شغلي إحنا كماني، يعني قد من المهم طالبنا يكون عنده إدراك أنه أسئلة الدورة الثانية كان ببساطة ممكن تكون هي الدورة الأولى لأنه دائماً هي معتمد نفس المعايير الامتحانية، نفس النمط الامتحان، نفس الهيكارية الامتحانية فإذا طالبنا قدر يحل الدورة الثانية، يعني موضوع معناته سهل جداً هو فقط بيعتمد على تركيز بسيط، بيعتمد على دراسة بفهم مثل ما تفضل، يحل دورات، يعني أهم شيء بالطالب يحل الدورات، الدورات الوزارية، مو دورات بمعهد كذا، تجارية، إنما الوزارية نعم نشوف دورات عم يوضعوها بعض المعاهد فيها طلبات من خارج الكتاب، عم يجي الطالب يحل هالمسألة أي تعتبر من التشويش؟ تشويش، عم يجي طالب زكي وفهمان الكتاب كله عم يحل دورة، ما عم يعرف يحل هالمسألة ليش؟ لأنه فيها طلب من خارج الكتاب بعض المعاهد عم تتصرف هيك تصرف لجذب الطلاب إلى المعاهد، لذلك نحن أهم شيء الطالب يدرس أسئلة الدورات الوزارية فقط أكيد، يبتعد عن التشويشات، بما فيها هاي التشويشات المنسمية نحن تشويشات تجارية بحتة عم يستغل الحالة النفسية للطالب وخوف وتوتر، وبالتالي متل ما تفضلت بوسيلة ما عم تجذبه عم تجاهها، تماما، طلابنا يمكن اليوم يكونوا في عندهم البعض حالة نفسية هي خوف وتوتر قلق إلى آخره رغم أنه الامتحان دورة الأولى انتهى، والدورة الثانية لسه في وقت يعني كيف ممكن نخلص طالبنا اليوم من القلق والتوتر اللي عم يستعد للدورة الثانية؟ أول شيء الطالب من وقت ينوي دراسة أستاذ أحمر بدي حط برنامج يقسم عدد الأيام لحين الامتحان الدورة التكميلية نفترض هذا الشيء مثل ما تفضل الأستاذ، مثلا، في بعض الطلاب بيستنى العلامات لتطلع، وفي بعض بيعرف هو المادة اللي قدم فيها فبيبلش من وقت انتهاء الامتحانات لهذه المادة، فأنا برأيي وضع خطة دراسية مقسمة إلى أي أيام بهي الأيام برجع بقسم الأبحاث تبع المادة مع دوراتها كاملة بخطة مدروسة، هون بيولد عند الطالب طمأنينة داخلية، الطالب الضايع دائماً نحن لي ما عنده ثقة بنفسه، هو الطالب اللي ما حط خطة تدريسية أو ما خطت وقته، فبيقول لك أنا بلحق ولا ما بلحق، دائماً يسألون هذا السؤال الطلاب، هل أنا بلحق أستاذ بالدورة التكميلية، حصل المجموعة، طيب على أساس حضرتك عم تستند، هل على الدورة الأولى وما قدمته أم على خطة تدريسية، فأنا برأيي مساعدة التربويين أو الأساتذة الاختصاصيين بوضع خطة بتقسيم المواد التي يريد أن يكمل بها الطالب مع أبحاثها كاملة ومع دوراتها، أكيد، فأنا يومًا محدد أنا عندي بهذا اليوم هالبحثين بدي أدرسون، أنا يومًا خلصت هالبحثين خلص أنا مرتاح نفسياً أني أنا أديت الجزء الأساسي عندي اليوم بهالمادة، وهذا بيولد ثقة، والعكس الصحيح عدم وجود خطة دراسية، سيولد عدم طمأنينة، وسيولد توتر وأحياناً في حالات يحجم الطالب عن الامتحان التكميلي ويقرر الإعادة، وجعنا كثير حالات منها، تماماً يعني بالنهاية المواد الدورة الثانية ستكون بالنسبة للطالب قليلة يعني ثلاث مواد على الأكثر، وفترة زمنية كافية، يعني ما في داعي للطالب أبداً يخاف أو يتوتر بشكل عام، يعني هون كمان إحنا منرجع منقول أن الطالب بحاجة إلى عملية دفع معنوي بالدرجة الأولى تماماً، من قبل المدرس، من قبل الأهل، الأهل بيعطوا الطالب دفع معنوي مثل ما تفضل الأستاذ، ويكون الطالب عنده اندفاع ذاتي، أهم شيء يعني الطالب ليش بيتوتر، ليش بيخاف الطالب؟ يعني للأسف الشديد، من بيخاف الطالب المدارس، أما الطالب يدارس هالمنهاج من الجلدي إلى جلدي، يفوت بقوة تماما، وفي نوع تاني من التوتر والقلاق بالنسبة للطلاب اللي دارسين كثير طموح من العلامة الكاملة حتى يدخلوا بيها التحضير كمان هؤلاء الطلاب المتفوقين، شو ممكن نتصرف معه حتى ما يتحول هذا التوتر الإيجابي لتوتر سلبي؟ تكون شخصية الطالب قوية، يعني ليش الطالب لا يخاف، تكون شخصيته قوية يكون عنده ثقة بنفسه، أهم شيء الثقة بالنفس يعني يعيد المنهاج مرة، تنتين، تكسيف الدراسة، كلما عاد التكرار بيقلل الزمن، كلما عاد المنهاج أكثر من مرة بيترسخ أكثر يعني الطالب ليش بيخاف، بيكون مراجع على المنهاج اللي مرة واحدة فقط، وفايت على الامتحان ما أخذت كفايته بالدراسة الشتوية والدراسة الصيفية أثناء التحضير والانتقال للصفحة للدراسة أما أنا إذا راجعت المنهاج أو هذه المادة ثلاث مرات، أربع مرات، تفوت على المادة بقوة ومثل ما تفضل الأستاذ، أهم شيء يعني الطالب ينزع الخوف، تكون الثقة قوية تماما، تماما، بنهاية المحور الثاني اللي هو تحت عنوان استعداد الطلاب للدورة الثانية، نصيحة سريعة من حضرتكم لطلابنا تكسيف الدراسة أهم شيء، تكسيف الدراسة بشكل يعني مية بالمية تماما، لأن إذا ما كسف الدراسة إذا فهمان الطالب هل المادة، ولو حافظة ما استفدنا شيء نهائيا والحفظ يأتي من تكسيف الدراسة تماما، نستاذ أحمد تعديل الخطة الدراسية التي قام بها الطالب في الدورة الأولى والاستفادة من الثغرات التي عانى منها الطالب أكيد سيكون سببين أساسيين لنجاحه في الدورة التكمنية تماما، إذا فاصل ونرجع للمحور الأخير المشاهدين اللي هو بعنوان كيفية استثمار العطلة الصيفية بالنسبة لي طلابنا بكل المستويات، نعود ترجمة نانسي قنقر استثمار العطلة الصيفية المشاهدين يعني هو مطلب للكثير من الأهالي أولا وطلابنا بالدرجة الثانية ولكن دور الأهل كثير مهم بانتقاء مسار لموهبة، مسار ترفيهما من أجل استثمار العطلة بصورة صحيحة بنبدأ مباشرة بالحديث عن دور الأهل، شو رأيك ساز أحمد نحكي عن دور الأهل أول الشي باستثمار العطلة الصيفية دائما البيئة المحيطة بالطفل أو بالطالب أول بيئة ندرسها بيئة محيطة تدريسيا هي بيئة الأهل هي البيئة المحفزة وهي البيئة المشجعة للطالب على ممارسة النشاط الذي يهواه منذ صغره من أجل تحقيق طموح في كبريه هاي الرغبة الموجودة عند الطالب أو عند الطفل طبعا بالأهل هن اللي بيئة المتمسوها وهن اللي بيئة عند الطالب هاي بالنسبة للفترات الصغيرة، بالنسبة للفترات تقدم الطالب أو البكالوريا سواء الطالب المقبل على الامتحانات في العام القادم أو سواء الطالب الذي سيكمل الآن الأهل دورهم محفز ودورهم مشجع ودورهم أساسي أنا برأيي وأنا حكيت دائما بالندوات السابقة لا تحملوا الأهل لا تحملوا الطالب مستوى غير فوق المستوى اللي بيعرفوا يعني ما في أهل ما بيعرفوا مستوى ابنهم فاليوم نحن بنعرف أستاذ أحمد أن حلم الطلاب دائما هي السنة الطبية التحضيرية أو الهندسة المعلوماتية الآن هنين أكتر فرعين بيأخذوا علامات بالفروعة العلمية فأنا بقول له للطالب أو للأبن خلص أنت تساوي اللي عليه تماما بعض الأهالي اللي بيكونوا هنين عم يضغطوا أهم عم يفرضوا شي مساعر معين لأبناءهم يمكن هنين بيكونوا مفاكرين له نوع من أنواع التحفيز وهذا الشي برأيك أنت بتشوفه غلط ولا صح طبعا غلط أستاذ أحمد أنا قلتلك أنه اليوم اليوم أكتر ناس بيعرفوا مستوى الطالب هنين الأهل طبعا هنين بالاستعانة بدراسته بالبيت وأكيد من خلال العلامات اللي حصلها خلال سنواته يعني ما معقولة من غير المنطق أنه طالب وصل لمرحلة الثالث السنوي بكافة اختصاصاته أنه الأهل ما بيعرفوا مستوى الطالب هذا شيء مستحيل فالأهل كونه عم نحكي عن دور الأهل الأهل إلون دور كبير وأساسي بهذا الموضوع عدم مقارنة الطالب بأقرانه أو أقاربه أو أصدقائه اليوم عم يولد طبعا عم يولد أستاذ سألتني وأنا حجاوبك عم يولد أثر سلبي كبير لدرجة أنه عم يولد كره أنه أنا اليوم نعم أنا في قسم كبير من الطلاب اليوم بيحب الفروع المهنية أنا عم أجبره أو عم أقصره يفوت بفرع علمي بحث هذا الطالب ممكن يسايرني أنا وممكن يسجل على المفاضة ولكن المتيجة النهائية هي الفشل عدم ضغط الأهل على الطالب تشجيع الطالب وضعه ببيئة نفسية أنه أنت شو بتدرس على أساسهم بتجميعها مع أنت مطلوب من الأهل بالدرجة الأولى يعني احتواء الطالب الابن خلينا نقول ابنه احتواءه اهتماء الاهتمام تفاهم رغباته بالدرجة الأولى حتى بالنهاية يكون حتى هذا الشي بقدي بي نعكس على العلاقة التربوية ما بين الأهل وأبناؤهم أستاذ مثل ما تفضل الأستاذ ما في طالب إلا عنده موهبة والأهل هنن بيكتشفوا هيدا الموهبة ولازم ينموا له هيدا الموهبة من خلال معاهد احتمال يكون عنده موهبة أدبية موهبة علمية موهبة رياضية حتى في نوادي صيفية كمانا نوادي صيفية لذلك نحنا من نمي هالموهبة إن كانت رياضية أم أدبية أم علمية طيب نحكي عن الشرائح العمرية بما أنه نحكي عن استثماء الرطي الصيفية نبدأ بالشريحة الأصغر طلابنا بالابتداء مثلا العلم في الصغر كالنقش على الحجر بالابتدائي أو بالإعدادي تنمية الموهبة أفضل من أنه نمي له إياها بالثانوي أو بالإعدادي يعني بدنا نشوف هالطالب شو بيحب يعني شو هوايته الأساسية خاصة الطالب الابتدائي يعني كثير طلاب مثل ما قلت لك أنه ما في طالب ما عنده هواية تماما تماما لما أنا بكون نعم باستثمر العطل الصيفية بصورة صحيحة أيوة هذا الشيء إمتى ممكن هو يفقد معناها كعطلة وإمتى ممكن يكون بالعكس بغنية كمفهوم يعني مفهوم العطلة يعني إذا استفاد من العطل الصيفية أهم شي الطالب يستفيد من العطل الصيفي وحتى يستفيد من العطل الصيفي الدور الأكبر مثل ما تفضل الأستاذ هنن الأهل نعم يعني هلأ مثلا ما فينا بنجبره لطالب عشيء معين إن كان صغير أنا كبيري مثلا طالب عاشر ما بده يروح أدبي تركه أدبي بده يروح علمي مثل ما بده تماما في طلاب ترفض رفض قاطع أن العطلة يمارسوا فيه أي شي تعليمي أي شي إلو علاقة بمفهوم العلم كونه أنه أنا هاي العطلة من حقي بيقول لك الطالب أنا هذا العطلة أنه أنا أحق أني أنا أقرر أحق فيه أني أنا أختار اللعب اللي بده يلعبه النادي اللي بده يروح لعيله إلى آخره بيرجع دور الأهل لأنه الأهل مع الطالب مع الابن يعني 24 ساعة بدين ينظموا وقت ابنه تمام ما بين التعليم وما بين الهواء وفي حال واجه الأهل ابن حالي من حالات مثلا التمرد أو العناد أو الرفض أو عدم الامتسال لخطة الأهل اللي هني عم يوضعه بالنسبة للطفل كيف هو فيه؟ بده هون فيه أساليب معينة يعني كل طالب كل ابن كل شخصية حسب اسلوبة حسب إنه بالنسبة مثل ما قلت لك الأهل لازم يعتبروا الابن بهالأيام هذي رفيق صديق ولا يجبروا على شيء نهائياً على سبيل المثال فرض أن الطالب نجح بكالوريا بدي يسجل بالجامعة يعني الطالب إذا سجل أدنى فرع بالجامعة وتفوق فيه أحسن ما يسجل أعلى فرع ويفشل فيه صحيح تماماً متما قال الأستاذ يحيا لكل شخصية إلى أسلوب التعامل معه صح خلينا نحكي بلسان الأهالي اللي عندهم هني عم يعانوا من حالة الطفل المتمرد من حالة الطفل يلي هو يرافد أي نادي صيفي أي مسار ترفيهي أي شي بيختاروا له يا الأهل وعم يأزل حاله 24 ساعة على الموبايل على الألعاب المشهورة يلي هي عم عم فعلاً عم تأثر بنفسيته وبسلوك هذا الطفل هذا الطالب وبالتالي عم نلاحظ ردود أفعاله بين العنف بين الصراخ بين الشدة بالتعامل وما إلى هنالك نحكي عن هاي النقطة تحديداً اليوم حتى مايروح العطل الصيفية كله وقته على الموبايلات وعلى الصراع ما بين الإبن العنيد والإبن اللي هو فعلاً حد المزاج هلأ قد ما كان الطفل عنيد وقد ما كان مزاجه صعب إلا ما نجد طرف يميل له هذا الطفل قد يكون الأب قد يكون الأم قد يكون أحد الأخوة قد يكون أحد الأقارق الأقرباء فالطفل العنيد أو التعامل معه أو الطفل يلي تعود خلينا نقول بفترة عمرية على الألعاب الإلكترونية أو على التسلية أو على الرفاهية بكافة أشكالها وأنا بدي حاول هذا الطفل استميل رغباته بفروع علمية ولنفترد حتى اليوم يعني أهم شغلة أهم شغلة أستاذ أحمد يعني الأطفال اللي عم ترفض المواضيع العلمية أو الدورات اليوم موضوع الكورسات قديش يعني عم نشوف قديش اليوم هم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر للطفل هلأ أنا فيني الطفل إذا مثلاً يهوى الألعاب الإلكترونية اجتزبه مثلاً لهواية الكمبيوتر عن علمه يجي على مبدأ التعلم باللعب مبدأ التعلم باللعب نعم ممكن أنا إذا نميت له هواية الحاسوب كونه الحاسوب هو فيني استخدمه ترفيهي وفيني استخدمه تعليمي فأنا هون حققت للطفل ممكن يكون حلم أو طموح يوماً ما هو بمجال الحاسوب ما في طفل مثل ما قلتلك أستاذ أحمد إلا في طرف من أطراف العائلة يميل إله هذا الطرف ممكن يستوعبه بالتدريج لا يحبقه بأقرأ الموضوع بيتطلب بزكاء زكاء عاطفي بالنسبة للأهل كيف يتعامل زكاء عاطفي بالتعامل مع الطفل والميول هاللي بيميل إلى الطفل ومين الأشخاص هاللي بيميل إلهم الطفل تماماً يعني استاذ يحيى استثمار العطل الصيفية من وجهة نظركم فينا نقوله أنه هو مرتبط باختيار الترفيه المناسب بما يتناسب مع أنه مو شخصية الطفل أهم شيء بالنسبة للطالب أنا نلاحظ أنه فيه إدمان على الموبايل يعني طالبنا بهالأيام مدمن على الموبايل للأسف حتى إحنا الكبار أحياناً منسة حالنا الشارع عم يشوف الموبايل السيارة عم يشوف الموبايل بالبيت عم يشوف الموبايل يعني تلت الوقت على الموبايل بيأثر سلباً على صحة الطالب لذلك على الأهل الدور الرئيسي يعني ينظموا وقت لابنهم ويبتعد الإبن عن الموبايل يعني يختاروا أنشطة حركية أي شيء يعني حيث أنه يكون بق خارج المنزل يعني الموبايل السلاح زو حدين حد سلبي و حد إيجابي يعني ما منعرف هالطالب اللي عم يمسك الموبايل عم يستفيد منه أم لاو 90% يعني ألعاب ومكما تفضل الأستاذ طبيع الأهل نرجع معناته نأكد على ضرورة استثمار الموهبة استثمار مسار الترفيه بشكل عام بما يتناسب مع مقدرته للطفل بما يتناسب مع ميوله وقدموا هم أدي حلو أنه يكون العلاقة مثل ما تفضلتوا صداقة بين الأهل والإبن وأنه يكون كنوع من المكافأة مثلا يسجلوا بنادي يسجلوا بفريق مثلا اللعب الرياضي ما وبالتالي هذا الشيء أدي بينعكس إيجابيا وحتى بخفف إدمان الطفل نحن نقول الطفل لأنه فعلا هو الشريح الأهم والحساسي يخفف إدمانه على الموبايل هو له دور كبير ودور فعال تلاقي التحفيز الإيجابي من قبل الأهل أو من قبل رب الأسرة للطفل له دور كبير ودور أساسي ودور بإخراج الطفل من هذه القوقعة التي تتبع بها اللي هي الموبايل أو الألعاب الإلكترونية يعني إخراج الطفل من هذه القوقعة باستمالته للطفل بمواهب أخرى وشجع عليها تدريجياً نلاحظ أنه الطفل ولكن المشكلة للأسف عم يتأثر الطفل حتى بأجواء الكبار يعني نجد اليوم أكثر العائلات يجلسون على الموبايل الأب أو الأم يعني هم يعيشون في بيت واحد ولكن كل الإنسان منهم في فكر محدد فأيضاً تخفيف استخدام الموبايل للطفل بهالأجواء إنه ممكن أنا بس فوت على غرفتي كأب أو أم استخدام الموبايل أيضاً لأنه دائماً الصغير هو قدوته الكبير كما يرى الكبار يفعل مثلهم فبيلعب دور كتير وأساسي إذا شفنا مثلاً أحد الأطفال مدمن على لعبة رياضية لنفترض على البلاي ستيشن كرة قدم كتير بيلعبوا فرق بين الأهل والهم حتى فريقين خصمين الأب وإبنه والأم وإبنه قدامهم هي فكرة نحن بس عم نطرحها أنه بعد ما يلعبوا بشكل افتراضي كرة قدم أنه ياخدوا الطفل نفسه ويسجلوله بفريق أو بينادي لكرة القدم هيك بكون نحن سحبنا من اللعبة الافتراضية للواقع الحقيقي وصار هون يمارس اللعبة اللي يحبها بشكل واقعي ملموس وليس بشكل افتراضي وبالتالي يأخذ الحصة الأكبر من الضرر للشاشة على العين الضرر على الحال النفسي المزاجي وما إلى هناك أعطى أهم شيء أستاذ تفضل تعليقك الأخير أستاذ بالنسبة للأهل لا عندهم هالخبرة الكافية بتربيت الطفل لا أهل عندهم هالفكر المناسب لتربيت الطفل بالنسبة للأهل لا عندهم هالخبرة بتربيت الطفل ننصحهم يجيبوا كتب تربيت الطفل أو يتابعونا نحن هدفنا ببرامجنا على التربوية السورية عم نتوجه تحديداً يعني فينا نقول له هذه الشريحة من الأهالي وحتى من خلال برنامجنا يكون هو منبر لحتى نحن دائماً بكل حلقة من حلقاتنا عم نعطي نصائح لطلابنا أو للأهالي بشكل عام بأسلوب ووصول التربية والتواصل مع أبنا نحن انتهت الحلقة ولكن بدي ختام الحلقة نصائح ختامية من حضرتكم نتوجه فيها لطلابنا بمختلف المستويات العمرية نتمنى التوفيق الدائم لجميع طلابنا الأعزاء إن شاء الله أستاذ أحمد أيضاً كل الشكر إلى كل الجهود المبذولة إلى كل طلابنا على ما بذلوه في الدورة الأولى ونتمنى لهم التوفيق في الدورة التكميلية من أفجل الحصول على المستويات العالية التي يحلمون ويطمحون بها إن شاء الله الجميع بيحقق حلموا إن شاء الله بتكون العطلة مع ذلنا يعني في البدايات نتمنى تكون فعلاً عطلة مستثمرة بصورة ناجحة للجميع والتوفيق والنجاح لجميع الطلاب شكراً جزيلاً لحضرتكم الأستاذ أحمد زين تنمية بشرية حضرتك وتربوي أيضاً شكراً لمشاركتك بتشكرك وتشكر جميع مشاهدين أيضاً الأستاذ يحيان نصر مدرس مادة كيميا شكراً لحضرتكم ومشاركتك معنا طبعاً شكر لمتابعتكم مشاهدين في الختام نلتقي إن شاء الله في حلقة الأسبوع المقبل من قضايا التربوية دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة